شكرا أحمد التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمينز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز الألمانية رولاند بوش وأكد رئيس السيسي أن شبكة خطوط القطرات الكهربائية الجديدة تأتي ترصيخا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية وستتمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمينز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر وأكد متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس إدارة شركة سيمينز العالمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل وطاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيدولوجيات المتطرفة جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي وزراء الشباب ورياض العرب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي وشدد الرئيس السيسي على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمغيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل أعلنت الأمم المتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تاعز ومحافظات أخرى بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية أممية وفي ختم جولة أولية من محادثات مباشرة بين الطرفين قال مبوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوندبرغ إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية لتنفيذ وضمانات لسلامة المدنيين بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين دعيا وفدي الطرفين إلى اختتام مدولاتهم بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات أوكرانية تخطط لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا واستفزاز الوحدات الروسية للرد وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخايل مزينستاف أن هناك معلومات تفيد بأن مقاتل بعض القتائب الأوكرانية يستعدون لما وصفه باستفزاز باستخدام مواد السامة في مدينة سومي كما يخططون لتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية من أجل تهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية على حد قولها وخذر الغرب والأمم المتحدة من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاط واسع أعلنت الولايات المتحدة أن دولا من جميع أنحاء العالم وافقت على تعديل دولي بقيادة واشنطن للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض التي تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية وتمت الموافقة على هذه التعديلات خلال اجتماع لبحث تعزيز دور منظمة الصحة العالمية بعد نحو 15 مليون حالة وفاق خلال جائحة كورونا وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية يحدد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض ومن المطاقع أن يستغرق ما يصل إلى عامين لقيا 34 شخصا على الأقل لمصراهم بسبب الأمطار الغزيرة التي شادتها إحدى الولايات الوقاعة الشمال شرق برازيل وقال الدفاع المدني البرازيلي أن الخصيلة الأكبر للضحايا سجلت في ساعات الصباح الأولى من جراء انزلاقات أتربة كبرى وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو ألف شخص بسبب الفايدانات والانزلاقات الأرضية وأعرب الرئيس جايير بولسنارو عن حزنه وتضامنه مع الضحايا مؤكدا أن حكومته ستبدل قصر جهدها للتخفيف من المعاناة أما رياضيا فتوجى فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد فوزه المثير على فريق ليفر بول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الفرنسية باريس وسجل هدف ريال مدريد واللقاء الوحيد اللعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في دقيقة التاسعة والخمسين ليقود الفريق الملكي لإحراز لقبه الأوروبي المفضل نهاية مجزة تساعد الوحيدة هنرجع لأحمد وبسانت عشان يكملوا بقية فقرة صباح خير يا مصر إليكم شكرا لك يا ليندا